بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دالينهيان وليعهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصال هاتفي مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجرس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتطرق الجانبان إلى مستجدات جائحة كوفيد-19 في البلدين والعالم والجهود المبذولة للسيطرة عليها واحتواء آثارها هذا وأكد الجانبان توافق الرؤى حول أهمية احتواء التوترات ووقف التصعيد في القارة الأفريقية وتعزيز سبل السلام والاستقرار فيها وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دالينهيان دعم دولة الإمارات للحوار والحلول السياسية لمختلف القضايا في المنطقة بما يصب في مصلحة السلام والتنمية لشعوبها وشعوب العالم من جانبه ثمن رئيس مجرس السيادة السوداني مواقف سموها الداعمة لترسيخ السلام والاستقرار والتعايش والتنمية في المنطقة شاكرا للدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات للسودان خاصة خلال جائحة كورونا